انهيار سقف أحد الصفوف لمدرسة عبدالله الواقعة في ناحية أور بمحافظة ذيقار كان يتسبب بكارثة تود بحياة الطلبة لولا الإجراءات السريعة التي قام بها الكادر التدريسي بإخلاء الصفوف من الطلبة بداية الانهيار نهار الصف ما شفنا أي مسؤول يعني مدير تربية ما شفنا شيء خلقته مدير قسم الناصرية ما شفنا خلقته الأقسام ما شفنا أحد منهم يعني ما أحد مهتم بالنسبة للكرابانات ترى الكرابانات ترى نكملنا أعدادهم وهي بجهود الأهالي نحن نحمل المسؤولية دار التربية ذيقار وقسم الناصرية نحملهم مسؤولية إنهم موقع قد المسؤولية هاي الأطفال بعهدتهم ومسؤوليتهم بذمتهم فما شفنا أي تعاون أو تجاوب أو اهتمام يعني وصلوا ما وصلوا مدير ناحية أورا أكد عدم صلاحية بناية المدرسة من خلال مخاطبة مديرية التربية بكتب رسمية وأصدرت الأخيرة أمرا بإخلائها لكن لعدم وجود البديل تريثت بالأمر إلى إن وقع الحادث مدرسة عبدالله بن الحسين اللي سقطت أحد السقوف والصفوف آلة للسقوط وبها أمر إخلاء من مديرية التربية لكن لعدم وجود المكان البديل لأنه المدرسة ريفية والمدارس القريبة عليها يعني تبعد خمس كيلوات وأربع كيلوات فيكون صعوبة للطلاب اضطروا أنه يبقون بداخل المدرسة التربية تعلم التربية تعلم وزائرتها ومؤشر هذا الشيء لكن لعدم وجود البديل صار هذا نقابة المعلمين هي الأخرى أوضحت خطورة استمرار كوادرها التربوية والتعليمية فضلا عن الطلبة بالدوام في مثل هكذا أبنية خارج المواصفات سيما التي بني ضمن المنح مطالبين بمتابعات مركزية للأبنية المدرسية احنا طبعا هذا المدرسة بنت في 2005 من المنحة الإيطالية وطبعا أكثر المدارس اللي بنيت من المنحة الإيطالية والمنحة الأمريكية في 2005 و2004 و2006 هي يعني مو ضمن المواصفات المواصفات البناء الصحيحة احنا نريد لجنة عليا لبناء المدارس وترتبط برعاستة الوزراء والها ميزانية خاصة والسوي جرد لحاجة البلاد المحافظة المحافظة مستقبلا والعام أغلقت المدرسة ونقلت طلبة إلى مدرسة كرفانية فالحديث يبقى قائما بين الصعب والأصعب لتستمر معاناة الطلبة الأبرياء من ذقار علي الهادي قناة الرشيد الفضائية ترجمة نانسي قنقر